السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة سيدة النهاردة سيدة راقية بكل تفاصيلها وافكارها اللي ان شاء الله هتعجبكو والافكار البسيطة المبهجة اللي هتفيدكو في قلب بيتكو هنشوف مشترياتها وحاجاتها كمان وتجديدها لغرفة النوم عندها وحاجات كده تفاصيل حلوة جدا جدا هتعجبكو وتجديدها كمان للمطبخ بحاجات وافكار رائعة ان شاء الله انا متأكدة واسقة ان هي هتعجبكو بس طبعا ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا دعمكم ليا باللايك اللايك ده هو اللي بيحفزني انا هزلكو فيديوهات احسن من اللي قبلها وكمان لو انت او مرة بتشوفوني من خلال الفيديو ده اكيد طبعا يسعدني وجودك معايا واتنوار ريالتي الكبيرة واشترك في القناة وفعلي اضرار الجرس على الكل بعد ما تشتركي علشان يوصل لكم كل جديد مني وطبعا بفرح جدا جدا بكومنتاتكم اللي بتفرحني وبتساعدني وبتديني بهجة كده ان اكمل معاكم وكمان اكون عند حسن ظنكم دايما بكل فيديوهاتنا الجديدة واليومية اللي بنشوفها مع بعض في كل فيديو قبل ما نكمل الفيديو نبتدي الفيديو بقول لكم بحبكم في الله وربنا يدمكم نعمة في حياتي يلا بينا نبتدي الفيديو لو محطتش لايك حطي لايك ويكمل الفيديو ان شاء الله هيعجبك واول حاجة هي غرفة غرفة الدريسنج هتبتدي كده ان هي تنظمها بص هو البيت بتاعها هي ما شاء الله عايشة في فيلا ولكن تقسيمة البيت تقسيمة عارفين تقسيمة البيت اللي هو بيكون من برا عامل كده زي المسلس فهو تقسيمته عاملة كده ولكن هنا هي اخدها غرفة كده عاملها هي تحت خالص عاملها كده زي ما انتم شايفين للدريسنج عجبني الفكرة بتاعتها اللي هي الدريسنج باللون الجولد يعني مش تقليدي مش حاجة تقليدية زي اللي بنشوفها حاليا دلوقتي فزي ما انتم شايفين عملتها باللون الجولد وبتدت ان هي تنظم الهدوم بتاعتها وبعد كده بقى هتبتدي ان هي تنظم الشوزات والشنط وكانت جاي بحاجات جديدة بالنسبة للسليبر للشوزات للحاجات الجديدة دي زي ما قلتلكم علشان خاطر تنظم الدنيا طبعا هنا احنا بناخد افكار افكار ممكن تفيدنا في بيتنا لو انت عروسة او ست بيت بتجدد في بيتك الافكار دي هتفيدك يعني لو عروسة جديدة وبتعملي دريسنج فالحاجات دي هتفيدك جدا هتاخد منها افكار لو انت مش عروسة وست بيت بتجدد في بيتك او بتعملي حاجات جديدة في بيتك من ناحية التغيير والتجديد فده برضو هيفيدك ان شاء الله وانت عارفين ان احنا كل فيديوهاتنا بتكون عبارة عن حاجات فيها افكار بتساعدنا على التنظيم اليوم في بيتنا والترتيب والنظافة بيتنا ودايما دايما يكون ديكورات بيتنا وعصرية وحديثة وفي نفس الوقت اهم من كل ده انك انت تكوني مرتاحة نفسيا بس كده طبعا بعد ما خلصت هنا ده الدرج بتاع الميكوب او المكان بتاعت الميكوب بتاعتها هتبتدي كده ان هي تنظمهم عايز اقولوكم ان هي عاملة مكان تاني كمان ليه الميكوب بتاعها ولكن ده في غرفة النوم وده هتشوفوه دلوقتي على طول بعد ما هتخلص دول طبعا المنظم عايزة ألف انتباهكم الحاجة كده المنظم اللي هي حطة فيه البرفن دوت تقدر انت كمان تجي به كعلبة مناديل دلوقتي موجود في الاسواق زيه بالضبط ولكن بيكون لعلبة المناديل انت لو مش حابة تحط فيه مناديل ممكن تجي به كنوع منظم كده على التسريح او السراحة وتبتدي تحط فيها الميكوب بتاعك او تحط فيها ازاز بيرفن صغيرة ما يكونش الغطة بتاعها كبير زي ما انتو شايفين كده يعني مش بتتعدى الغطة وفي نفس الوقت زي ما انتو شايفين بتبتدي ان هي تقفل الغطة عليها بكل سهولة كده يعني شايفين الفكرة فانت ممكن تجيبي فكرة زي كده او تعملي فكرة زي كده هتنظم لك الدنيا وتخلي لك الدنيا على طول او باستمرار شكلها حل كانت بتعمل طبعا جولة سريعة زي ما انتو شايفين في الغرفة بعد ما خلصتها ما شاء الله الله مبارك شكلها شيء جدا ويعني بصوا زي ما قلتلكم ان هي الغرفة مفيش فيها تربيع او مش مربعة يعني ولكن هي عارفة تستغل المساحات بشكل حلو جدا وبشكل مفضل تحط فيها كل حاجة اللي هي حابة تحطها بحاجات شكلها الشيك فعالوا نشوف بقى غرفة النوم عندها وتفاصيل غرفة النوم بسيطة جدا هادية جدا هي عاملها باللون الجري وعملة زي ما قلتلكم استراحة اهي استراحة دي للميكوب بتاعها واستخدامتها الشخصية ووقت لما هي بتكون في غرفة النوم مش شرط بقى ان هي تنزل فيه الدريسنج او تروح فيه الدريسنج علشان خاطر تجيب منه ميكوب او تعمل منه حاجات لا تعالوا بقى نشوف هنا تنظيمها كمان الاكسيسيروس بتاعها كلها طبعا برعاية برضو المنظمات دي عايز اقولكو المنظمات دي عارفيني علب الساعات وعلب الاكسيسورات ذات نفسها تقدر يعني لو انتي جايبة شوية مثلا اكسيسورات في العلب بتاعتها تقدر ان كنتوا تحطوها اخدتوا بالكم من الفكرة اهي لو ترحصوا هي علبة ولكن هي عملتها منظم كده شكله حلو جدا وحاطت فيها كل الخواتم وحاطت فيها كل سلاسل بتاعتها او سوري الانسيلات والحاجات اللي هي تنفع تتحط فيها فالفكرة ذات نفسها حلوة جدا وطبعا كل التجين بتاعتها حطتها بالشكل ده كده علشان الدنيا تكون مهندمة وتكون شكلها شيك وشكلها حلو زي ما قلتلكو ده استخدماتها كلها اللي هي بتستخدمها من نسبة لي غرفة النوم زي ما انتوا شايفيني كده الناس اللي لسه وصلت معايا لحد هنا من الفيديو ولسه ما حطتش لايك او ناسية ناس كتيرة بتقولي يا رودي احنا بننسى ولكن والله انتوا بتفكرين بي فالناس اللي ناس يتحط لايك حطيلي لايك كده علشان اعرف ان الفيديو عجبكم تعالوا نشوفوا التويلت بقى وتنظيمها وترتبها لي التويلت بتاع طبعا غرفة النوم عندها هتبتدي كده جابت اللي هي المنظمات اللي هي اللونها اسود وطبعا المنظمات دي موجودة دلوقتي على كل المواقع وفي ايكايا وفي كل مكان ولكن احنا عارفين ان حاليا ايكايا فيها مقطع شفتوا بقى شفتوا التنظيم بجد يعني في كل حاجة بيدل عن جماله وشكته وانقده تعالوا بقى بعد مخلصة خالص هنا كانت بتكوي هدوم او هتكوي هدوم ليها ولكن كانت جايبا لكم المكوى نوع المكوى بتاعتها او شكل المكوى بتاعتها اللي هتبتدي تكوي بيها الهدوم هي طبعا المكوى دي اللي هي استخدمات كتير لها الاداء اللي هي بتكوي بيها دي او اللي هي قدامكم دي وطبعا هي كان بتشرح فيها ازاي تستخدمها وفي الاداء التانية بتاعت المكوى دي بردو ودي هتشوفوها بردو هي هنا دي كانت بتطلع بخار يعني عشان لو عايزة تعمليها بالبخار وبعد كده هتبتدي تكويها عادي بالاداء التانية اللي هي او المكوى التانية بتاعت اللي كنت اقولوكم القهوة المكوى التانية بتاعت المكوى او المكوى العادية بقا بصو هي مزيتها اللي هي اتنين في واحد زي ما قدتلكم يعني بتخلي الحاجة بتعمل بخار وفي نفس الوقت كمان بتكوي فماشاء الله عليها حلوة جدا اكيد الناس اللي عارفاها او اللي جربتها هي اللي هكون عارفة عنها تفاصيل اكتر او حاجات اكتر هنا دي الاداء التانية اها التانية كانت بتبخار زي ما انتو شفتو ولكن دي عادية برضو ولكن هما اللي اتنين بيحلوا مكان بعض واللاتنين احسن من بعض تعال نشوف بقى ترتبها وتنظمها في المطبخ هنشوفها تعمل ايه وهتبتدي ان هي تنظم المطبخ بشكل حلو كده فاول حاجة كده زي ما انتو شايفين هي جابتها الستند الستند ده طبعا معروف عليه ان هو استند ايكا هتبتدي كده تلزقه على الحيطة فوق البتجاز على طول ولكن عشان تاخد مقاسه صح اخلت الحوامل بتاعت العيون بتاعت البتجاز حطتها كده زي ما انتو شفتو علشان خاطر تاخد مقاسه ما يطلعش واحدة لفوق واحدة لتحت وهكذا ودي فكرة من الافقار الرائعة لكل ست بيت في منزلها تقدر ان هي تعمل حاجات زي كده واتسهل على نفسها الامور وابتدت تحطي دكراتها اللي هي عايزاها تعالوا نشوف بقى كمان نرفق الخزين او الخزانة هتبتدي ازاي ان هي تنظمه وانا عن نفسي عجبني جدا فكرة التنظيم بتاعت الخزانة دي لان فيها افكار حلوة ويه كمان طقم جديد وده يعتبر لسه نازل برضو في السوق اللي انتو شايفين ودوت ولكن انت هتشوفوه دلوقتي وهي اول ما هي اجابته يعني كانت فرحتها كده يعني لا يعني ملهاش مسيل لان طبعا دي يعني كل واحدة مننا فيها نفس المكانة دي او فيها نفس الخصلة دي معنى اصح لما بتكون جايبة حاجة جديدة كده بتبقى ممسوطة بيها وكتير بتبقى فرحانة وسعيدة ان هي بيكون معاها حاجة زي كده فانا شخصيا من الناس اللي ببقى فخورة جدا ان ما بجيب حاجة جديدة ببقى فرحتي نفس الفرحة دي تعالوا نشوف فرحتها بقى جميلة شايفين يعني ده اول ما هي جابته فرحتها بيهم يعني ما تتوصفش تعالوا بقى نكمل هي هنا بعد ما جابتهم وحطتهم كده زي ما انتو شايفين حطت فيهم طبعا كل البوكوليات والرف ده يعني من الحاجات الاساسية عندنا في قلب البيت الرف اللي هو او المكان اللي بيكون الوحدة اللي بيكون فيه المطبخ وبيكون محطوط فيها كده زي ما انتو شايفين البوكوليات تعالوا نشوف بقى الدسبنسر اللي هي جابته طبعا بس هي حطة فيه هنا كورنفلكس وحطة فيه رقائق وحطة فيه شوفان ده للاستخدام اليوم يعني طبعا بعد ما جابته وبعد ما حطته هي هنا كانت بتجربه وبتقوله ان هو يعني كويس او استخدامه كويس تعالوا نشوف بقى الدرج اللي بعد كده اللي هو بتاع الاطباق او المجات الصغيرة هتبتدي تنظامهم ازاي زي ما قلتلكم قبل كده التنظيم ده شيء اساسي وهو اللي بيعلمنا ازاي ان احنا نكون ناس يعني عندنا حب لكل حاجة بنظام يعني حتى كمان فكرة الهدوم والله يعني لما بتنظامي بيتك صدقوني ما بتسمحيش لنفسك ان يكون ليك حتة تانية في قلب البيت مش منظمة يعني مثلا مثلا انت نظمت المطبخ بتاعك كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتجل مثلا لاي هدوم عندك مش هتسمحي نفسك ولا لاي حد في البيت ان هو يكون مش منظم فيها ده طبيعة بصراحة يعني شايفين بقى بعد ما الدرج تنظم شكله بجد يفتح النفس ازاي يعني الاول طبعا كان شكل ودلوقتي بقى شكل تاني خالص بعد كده بقى تبتدي تنظم خلاص يكده اعتبر نظمت من فوق ومن تحت فيه التقفيل هتبتدي بقى كانت جاي بالطقم اللي هو الشوترانج ده ولكن هتبتدي ان هي تحط طقم جديد اللي هو الطقم بقى اللي هو على شكل زهور او على شكل وردة كده من باب التغيير يعني او من باب الواجب ان هي يكون فيه تغيير او تجديد فيه المطبخ طبعا انتو عارفين طقم الشوترانج ده يعني مكتفح في كل مكان دلوقتي وموجود يعني ما بقاش بس في البلاد اللي هي العربية بس لأ بقى موجود في كل مكان دلوقتي تعاني نشوف بقى ده علب التوابل برضو تنظمها وترتبها العلب التوابل ازاي طبعا هي كانت جايبة العلب التوابل اللي انتو عارفينها برضو متعارف عليها دلوقتي يعني كانت بتعتص لان هي كانت بتحط الفلفل الاسود او الاسمر وطبعا انتو عارفين الفلفل الاسود او الاسمر او الشطة مجرد بس ما احنا بنشمها بنلاقي حاجات زي كده فابتدت ان هي تحطتهم وحطتهم في الدرج اخر حاجة هي جابتها في المطبخ اللي هي طبعا طقم وده الطقم ده مفروض طقم عشاء او طقم ليه الغداء ولكن هما بتفضلوا يعني للعشاء مطابق بقى وطبق وحاجات كده كانت جايباها جديدة علشان خاطر تبتدي كده ان هي تنظمهم وده هتشوفوها دلوقتي على صفرتها طبعا هوا بيكون احجام صغير والكبير والوسط وهكذا وده اكيد انتو عارفينه او بتبقوا واخدين بالكم منه طبعا بصورة مستمرة طبعا عارفين احنا الكلام دوت تعالوا بقى نشوف اخر حاجة هنا بقى وهي بالجدد مطبخة بعد التجديد جددت مطبخة من الاولاني حطت فيه حاجة تانية زي ما انتو شايفين شكل حلو جدا جدا ودايما باستمرار كده زي ما قلتلكو ان لما بنغير وبنعمل حاجات جديدة بيخلينا فعلا يعني نفسيتنا بتكون حلو هنا طبعا انتو شفتوا النيش الصغير للمطبخ بيكون حلو ازاي او شكله حلو ازاي بعد كده بقى هنا اخر حاجة هي المكان بتاع البلكونة او المكان بتاع الحديقة حتبتدي كده ان هي تنظمها وترتبها ترتيب حلو او كتنظيفة بما ان بقى هي رتبت البيت ونظمت البيت وجددت في البيت فكان لازم طبعا يكون المكان دوت او مكان البلكونة دي تكون نظيفة هي كمان طبعا عشال انتري كان تقيل فهي بتضطر ان هي تسند عليه كده علشان خاطر تعرف ان هي يعني ترجع وتمسح من ورا منه فكرة الكنبة دي عجبتني بصراحة بس حاسيتها ان هي تقيلة يعني طبعا المكان ده بيحكمها علشان المكان ما شاء الله واسع فبيحكم ولكن انا افضل لو فيه ركنة او فيه حاجة زي كده تكون من الاحسن بكتير ان هي تكون يعني اخذ حرف ال L كده علشان المساح تعالوا ناخد جولة سريعة كده في قلب الريسبشن عندها وكمان من اول باب الشقة كده ده داخلت باب الشقة حتى قنصود بسيط جدا كده وكمان زي ما انتوا شفتوا الريسبشن عندها هنا دي غرفة كده بسيطة جدا يعتبر برضو يعني بتطلع على البلكونة على طول ولكن فيها قعدة ومحمية من الشمس ومن كل حاجة زي ما انتوا شايفين بتديها شكل جمالي وبتديها حاجات حلوة كده زي ما انتوا شايفين اخر حاجة دي صفرتها وشكل صفرتها يارب يكون الفيديو عجبكو وتكون السيدة تكون عجبتكو اخذنا افكار ولو بحاجات بسيطة وطلعنا من الفيديو او استفدنا منه بحاجات بسيطة اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلام